السلام عليكم أهلا بكم في كورس Chimematics of Mechanisms and Robots كلمة Chimatics هي دراسة علم الحركة للميكانزمات والروبوتات الهدف من الكورس هو دراسة Chimematics of Mechanisms and Planar Robots في مستوى الكورس هي نغطي Chimatic Analysis أو تراسة علم الحركة لللينكيجز Planar Robots Cam Follower Mechanisms Gear Trains Belts and Chains توزيع الدراجات بالنسبة للكورس عندنا 60% 15% 15% 5% 10% 10% 10% 15% 21% 20% 20% 30% 23% 22% 23% 25% 25% 26% 27% logical بنرمز لي الـPosition بأنجل ثيتا وبنرمز لدراسة أنجلر بلوستي بأميجا وأنجلر أكسيلريشن بألفا دراسة القوة المؤثرة على مضوع من الأجسام دي بنسميها الكيماتيكس وفي الحالة دي بنطبق قانون نيوتن مجموعة القوة المؤثرة على الجسم Summation of forces equals mass by acceleration ده في حالة linear motion أو translation motion في حالة rotation motion يتكون سيغمال توركس equals I alpha I هنا هي المومنت of inertia تحت القسم والالفا ليه الأنجلر acceleration تحت القسم الكينيماتيكس والكينيتكس مع بعض بيمثلوا الـDynamics وميكانيكال سيستمز لدراسة الـDynamics وميكانيكال سيستمز لازم الأول نبدأ بـ دراسة الكينيماتيكس اللي هي بالتالي أديني قيمة للـ Acceleration أو للـ Angler Acceleration وبالتالي أقدر أن أنا بمعلومية الوزن بتاع الجسم وقتلة الجسم أو المومنت of inertia بتاع الجسم أقدر أن أحسب الـ inertia forces اللي هي الموجودة عندي فالترم اللي هو mass في الـ Acceleration ده بنوع عليه inertia forces ليه بتقدم دراسة الـ أو الـDynamics بعد الـ System ده بهدف أن أقدر نعمل ديزاين لـ Mechanical System يقدر يتحمل الـ inertia forces أو الـ forces نتيجة الوزن بتاع الجسم أثناء الحركة نحنة الـ Static System في غياب الحركة متبقى القانون اللي بيحكم الـ Design بتاع أي mechanical component هو الـ Submission of forces بتساوي صفحة وبالتالي لو أنا عندي الجسم عليه stresses أعلى من اللي يقدر يتحملها فأنا أقدر أزود الـ Cross-section هي بتاعته أو أقدر أزود الطول بتاعه بحيث أنه يقدر يتحمل الـ Stresses اللي عليهم نفس الكلام بالنسبة للعزوم أو الـ Torx اللي يؤثر على الجسم لكن بالنسبة للـ Dynamic Systems زيادة الوزن أو زيادة الماتيريال هتعني وشرةً زيادة الإنرشا فورسوس يعني الإنرشا فورسوس معتمدة على الوزن بتاع الجسم أو القتلة بتاع الجسم فبالتالي زيادة الماتيريال مش بالضرورة هتؤدي إلى Safe Design لا، دي ممكن تؤديلي إلى زيادة الإنرشا فورسوس على الجسم هنا زي ما احنا شايفين دي مجموعة من الميكانيزمس أو الماشينز اللي احنا هنتعامل معها خلال الكورس فمثلاً ده عبارة عن Piston Cylinder Arrangement زي اللي موجود في الـ Engine بتاع العربية عندنا ده Gear Train مجموعة من التروس متصلة ببعضها بجديد ومسل Gear Train عندنا Tractor ده ده مجموعة من الأجسام متصلة ببعضها بجوينس بحيث أن يؤدي حركة معينة قادر أتحكم فيها وميكانيزم عندنا الـ System ده اسم Walking Mechanism هو مجموعة من الليكات أو الأجسام متصلة ببعضها بجوينس مفاصل بحيث انه يقدر ان هو يمثل حركة المشي للكائنات الحية هنا عندنا Crank Shaper Quick Return فده Quick Return Action معناها ايه؟ معناها انه في الاتجاه القطع بيكون ماشي بسرعة وفي اتجاه الرجوع بيكون ماشي بسرعة أسرع منها فبالتالي ده بيوفر في زمن الانتاج لاننا في الوقت ان العملية تلقاطها ما بتحصلش فقدر انه الكتر يقدر يتخرج بسرعة ويرجع تاني للوضع اللي هيقطع فيه دلوقتي هنبدأ نحن نعرف مجموعة من المصطلحات اللي هنستخدمها فلال الكورس اول مصطلح هنبتدي نعرفه هو الدجريز أو درجات الحرية التي يتمتع بها ميكانيزم أو مجموعة من الأجسام متصلة ببعضها الدجريز وفريدم برضو نقدر نعرفها انها الموبيليتي أو الميكانيزم تعريف الدجريز وفريدم هي عبارة عن عدد 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 المتغيرات المستقلة اللي انا لو أحددتها أقدر أحدد البوزيشن بتاع السيستم أو البودي في البلين في أي لخزة من الزمن فالموبيليتي بنعبر عنها بعدد درجات الحرية التي يتمتع بها الجسم أو الميكانيزم أو مجموعة الأجسام متصلة ببعضها لو احنا عندنا ريجيد بادي في المستوى فهو مسموح له انه يتحرك ثلاث حركات ثريد جيز وفريدم ثريد جيز وفريدم دول اندبندنت غير معتمدين على بعض فلو بصنا هنا للمسال اللي قدامنا ده ان احنا عندنا ألم على مستوى فبالتالي أي نقطة على الألم هنا أقدر أحدد مكانها باستخدام جوردنت اللي هما X و Y بالنسبة للأوريينتيشن بتاع الألم أقدر أن أنا أحدد الأوريينتيشن بتاعته بأنجل تتغير من القصد من القصد بـ X و بالتالي يبقى ثلاث درجات حرية متعات أي جسم في المستوى هما ترانسليشن في X و في Y أو في الاتنين مع بعض زائد أنجل ثلاث درجات حرية X و Y و ثلاث درجات حرية مش معتمدين على بعض ممكن يبقى اثنين منهم ستين والتالتة متتغير فبالتالي أي جسم في البلين ليه ثلاث درجات حرية لو ما دينا هذا الديفنيشن في الاسبيس فنلاقي أن أي جسم في الاسبيس ليه ست درجات حرية هما عبارة عن ثلاثة ترانسليشن X Y Z وتلاثة روتيشن حوالين المحاور X Y Z هما عبارة عن ثيتا في و ثلاثة ممكن نسميهم ثيتا X ثيتا Y ثيتا Z هي ثلاثة زوائية مختلفة يعبره عن الدوران حوالين الثلاثة محاور X Y Z بالنسبة للكورس نعتبر أن كل الأجسام اللي عندنا هي عبارة عن ريجد غير قابلة للديفورميشن وماثلس نعتبر أن الكتلة بتاعتها مهملة ثلاثة 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 درجات الحرية موجودة عنده حوالين ثلاثة ثلاثة محاور ثلاثة حوالين مركزه ثلاثة ثلاثة الحرية التي تحرق على حوالين بالنسبة للبورو تيشن أي نقطة موجودة على الجسم يتمر خلال خلال مصار دائري مركزه وهو مركز الدوران بالنسبة للبورو ترانسليشن في أي نقطة على الجسم يتحرك فيه مصار موازية لبعضها ممكن المصارات دي تكون خطوط أو جزء من كيرو بالنسبة للبورو تيشن هي مزيج من مبينيشن من X Y Theta بيحصلوا في نفس الوقت دا يديني الكمبليكس موشن بالنسبة لأي ميكانيزم فهو مكون من مجموعة من اللينكس فاللينكجس هي عبارة عن البلدين بروكس بتاعت أي ميكانيزم اللينكج هو مكون مجموعة من اللينكس متوصلة مع بعض بمجموعة من الجوينس أي مجموعة من الأجسام متصلة مع بعضها بمجموعة من الجوينس المفاصل اللينك تعريفه هو عبارة عن ريجد بادي على الأقل يكون عنده two nodes منطقتين لوضع جوينس منطقتين لأنه يتصل بلينك تاني فلو وصلنا للمثال اللي قدامنا عندنا عبارة عن بايناري لينك على أساس أن هو عنده two nodes النودز هنا هي أماكن اللي هيركب فيها الجوينت أو هيركب فيها لينك تاني وهم قدر أوصله لينك تاني عندنا مثلا ternary link على أساس أن هنا فيه ثلاث أماكن ممكن الجسم ده أو اللينك ده يتصل بها بأجسام تانية عندنا هنا ده quaternary link على أساس أن أنا عندي أربع أماكن أو أربع nodes ممكن اللينك ده يتصل بها بلينك تاني الجوينت هو عبارة عن connection نقطة اتصال ما بين two links أو أكتر وبيسمح بنوع من الموشن ما بين اللينك دي فلو بصينا هنا لي ربليوت جوينت أو ممكن نقول علي pin جوينت أو hinge جوينت زي المفصل بتاع الباب فلقي هنا أن أنا عندي L1 وهذا linx L2 وهذا وصلتهم ببعض لاندي نقطة النود بتاع ذلك وده بجوينت سأجد رمز يسمح بحركة نسبية ما بين لينك واحد و لينك اثنين اللي هي أنجل تيتا كمثال على الربليوت جوينت اللي هو موجود مثلا في المقص وده لينك رقم واحد وده لينك رقم اثنين بالنسبة هنا للفيدر افلاير دي عندنا برضو هنا دي رقم واحد وده لينك اثنين حركة الوحيدة المسموحة هي ان فيه لينك يقدر يلف بالنسبة باللينك التالي عندنا مثلا حاجة معقدة اكتر زي الروبوتيك ارم هنا فعندنا ده مكون هنا عدد من اللينك لينك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والهند ستة او الجريبر وكل لينك التاني متوصلين مع بعض بـ ريوليو جوينت اللي بتسمح بالدوران لينك بالنسبة لللينك دي تاني نوع من انواع الجوينت اللي هو السفيريكل جوينت السفيريكل جوينت السفيريكل جوينت هو عبارة عن كورة جوه سوكت فده ممكننا علي لينك واحد ده ممكننا علي لينك اثنين السفيريكل جوينت يسمح لا يسمح بالترانسليشن ولكن يسمح بالروتيشن حوالين ثري أكسيس فلو قلنا ان انا عندي ده محور زت وده محور اكس وده محور واي فبالتالي انا عندي ثلاث حركات دورانية حوالين المحاور دي اللي هي دلتا ثيتا ودلتا فاي ودلتا إبصاي فالسفيريكل جوينت بيسمح بالدوران فقط حوالين الثلاث محاور رئيسية اكس وزت كمثال للسفيريكل جوينت زي الهب جوينت نفصل الحوط اللي مبين عظمة الفقد والحوط فده ممكننا علي لينك واحد ده ممكننا علي لينك اثنين ومبينهم في الاسفيريكل جوينت الاسفيريكل جوينت ده كمثال لي برضو اللي هو الاسفيريكل بيرنج زي ما احنا شايفين هنا في جزء من كورة هنا يسمح بالإنر ريس بتاع البيرنج أو الحرقة الداخلية بتاع الرائع البيرنج تتحرك بالنسبة للحرقة الخارجية في ثلاث حركات دورانية مختلفة اللي هم دلتا ثي تا و دلتا قوي و دلتا او بسا البول جوينت سفيريكل جوينت ممكن اقرالي برضو بول جوينت و ده موجود في السسبينشن بتاع العربيات في المنطقة دي اللي هو ببين الوش بوم اللينك في المنطقة دي و الهوسينج اللي شايل اللي العجلة بتاع العربيات ده مفروض بيسمح بأن العجلة تطلع لفوق وتحت و في نفس الوقت أن العجلة تلف حوالين محورها عشان اللي ستيرينج داع العقل النوع تاني من الجوينتز اللي هو البرزماتيك جوينتز و ده بيسمح بدرجة حرية واحدة اللي هي السلايدينج موشن الجزء الأحمر ده بيقدر يسلايد جول مجرى اللي في الجسم الرماضي و دي زي القاعدة بتاعة المخرطة هنا الجزء من المخرطة بيقدر يسلايد على القاعدة قدام بورا و زي الموشن اللينير بيرنج ده بحيث ان الجزء ده يقدر يتحرك قدام بورا جوه المجرى اللي متحدده مش مسموح له اي درجة حرية ثانية فده بنقول عليه البرزماتيك جوينتز نوع تاني من الجوينتز اللي هو الهيليكال جوينتز اللي هو الألووص بحيث ان بنعمل حركة دورانية ينتج عنها حركة خطية اللي اتنين مرتبطين ببعط الارتباط ما بينهم هو الخطوة بتاعة الألووص او البيتش وبالتالي هنا دلتا اكس و دلتا ثيتا مرتبطين على بعض وبالتالي هنا ده الهيليكال جوينتز يسمح بدرجة حرية واحدة لان انا دلتا عندي حركتين و لكن الاثنين فيه علاقة ما بينهم فبالتالي بمعلومية واحدة قدر احسب التانية على طول فبالتالي انا ما عنديش اندبيندت موشن هنا ما عنديش درا حركات مستقلة فبالتالي الجوينتز يسمح بدرجة حرية واحدة كمثال ايه زي سبو جاك الموجود في العربية الكريد العربية الجوينتز قادر اصنفها الى على حسب اه كده تصنيف اول تصنيف هو الكنتكت سيرفس ما بين اه التو لينكس اللي انا موصل لهم ببعض باستخدام الجوينت ده فممكن الكنتكت يكون على line او على point او على surface لو كان الكنتكت على surface فبالتالي اعرف النوع الجوينت ده اللي هو lower pair lower joint lower joints ده عبارة عن ست انواع مختلفة اللي هم Revalued joint اللي هو هنا النقطة او سطح الاتصال ما بين الجسم رقم واحد والجسم رقم اثنين هو عبارة عن سطح سيلندر فيه هنا prismatic joint فبرضه سطح الاتصال ما بين L1 و L2 هو عبارة عن سطح cuboid برضه هنا نفس الكلام عبارة عن سطح ما بين L1 و L2 هنا ده cylindrical joint اللي هو بيسمح بالدوران حوالي المحور و الترانسليشن في الاتجاه X ده برضه بيسمح به نرقتين حرية و اسمه سيلندر جوينت و الاتصال هنا عن طريق سطح الاتصال الاثنين و الاتصال و فيه planer joint اللي هو عبارة عن جسم على سطح وده يسمح بيه انه هو يتحرك فيه X و في Y و يلف حوالين المحور الرأسي و النقطة او سطح الانتقاء هنا هو عبارة عن سيروس فدول ست درجات او ست انواع من الجوينت اللي بنقول يا اللي هو الاتصال ما بين الاجسام او طريق سيروس هنا الجدول ده بيورينا كل نوع جوينت و عدد درجات الحرية اللي بيسمح بيها و زي ما احنا شايفين ان كل واحد من دول اقدر ان انا اعبر عنه ب مجموعة من الريفليوت و البرزماتيك جوينت فبالتالي الريفليوت جوينت هو R لان ده يجريه في دم واحدة وهنا ده يجريه في دم واحدة الالك الجوينت اقدر عنه عبر عنه RP بس انه يلف و يتحرك في الترانسلات الموشن سيلندر كالر بي لانه برضو الجسمين بالنسبة لبعض يتحركوا في روتايتشن موشن و ترانسلات موشن روتايتشن موشن يعبر عنها R و ترانسلات موشن يعبر عنها ببي الاسفيرك الجوينت ببعض روتايتشن روتايتشن في روتايتشن في روتايتشن في روتايتشن في عبارة عن لين أو فوينت هذه من والعياء هاير بيرز هاير بير جوينت لو كان سطح الاتصال عبارة عن فوينت أو لين فزي ما احنا شايفين هنا نقطة الاتصال مبين الدسك والسيرفس ده عبارة عن لين اللي هو العرض بتاع السلندر نقطة الاتصال هنا مبين الجسم ده برضو الجسم ده عبارة عن لين لو كان السلندر دي استبدلناها بسفير على سطح فكان نقطة الاتصال مفهولة تبع نقطة بحالة نجي سفير هنا نقطة الاتصال مبين البن والمجرى اللي هو فيها برضو عبارة عن لين اللي هي بين إن أسلندر هنا نقطة الاتصال مبين الاتصال دول الأسنان بتاع التروس هي عبارة عن نقطة او لو بصنالها في 3D هتبع عبارة عن لين اللي هو السمت بتاع السلندر بالنفس هنا عندنا ده سيستم عبارة عن كام وفولور ده نسميه كام فولور ميكانيزم ده ندرسه في خلال الكورس ونقطة الاتصال مبين الكم والفولور هي عبارة عن نقطة في 2D او لين في 3D فأنواع ده كلها بنقول عليه هاير بيرس على أساس الكونتكت ما بين صد الجسمين هو عبارة عن نقطة او لين الجوينت الجوينت صادر برضو عبارة عنها بعدد درجات الحرية اللي تسمح بها فلو انا عندي جوينت بيسمح بدرجة حرية واحدة بس فبنقول عليه فول جوينت اللي اللي هو الريفليو جوينت او الريزماتيك جوينت لو كان عندنا الجوينت بيسمح باكتر من درجة حرية فده بنقول عليه هاف جوينت اكتر من درجة حرية حتى لو هي التلاتة او اربعة ممن هما اكتر من واحد فده بنقول عليه هاف جوينت وبالتالي هنا كزي المثال اللي قدامنا ده عندنا العلاقة ما بين هنا لينك اثنين ولينك واحد الكونتكت ما بينهم بيسمح ب سلايدين موشن في تجاهل اكس وروتيشن ديريكشن دلتا ثيتا البنين ان سلوت بربط ده بيسمح بدرجتين حرية مختلفتين اللي هما دلتا ثيتا ودلتا اكس السلندر اللي بترول على سيرفس ده برضه بيسمح بدرجتين حرية على اساس السلندر ده ممكن تتحرك عن طريق سلايدين من غير اي روتيشن وممكن تتحرك بيور روتيشن وبالتالي هيبق معاها برضو ترسليشن فليكس فعلى حسب الفريكشن ما بين السطحين دول فريكشن في هذه النقطة هيحصل يا اما رولنج يا اما سلايدنج يا اما كومبيونيشن ما بين الرولنج والسلايدنج الجوينت برضو ممكن نصنفها على حسب الفيزيكال كلوزر يعني الجسمين المرتبطين مع بعض بالجوينت ده اللي هم فيه قوة خارجية ربطاهم مع بعض ول Liont المرتبطين يكبر دائماً يبقود فلو كان الجيومتري هي اللي بتجبر الجسمين اللي هما يبضلوا مع بعض فده بنسميه Form Closed ولو كان فيه قوة خارجية هي اللي بتجبر الجسمين اللي هما دايما يكونتكت مع بعض فده بنسميه Force Closed كمثال على Form Closed اللي هو Revolute Joint أو Clismatic Joint فزي ما احنا شايفين كده المصوار اللي رابطت لـ Two Links مع بعض هنا دايما الجيومتري هي اللي بتاحكم ان الـ Two Links دول دايما يكون مربوطين مع بعض فنفس الكلام هنا السلايدر هنا محكوم انه يتحرك جوه المجرى دي وما فيش قوة خارجية هي اللي بتأثر عليها عشان يفضل موجود هو المجرى فالعلاقة ما بين الـ Two Links هنا بيحكمها الجومتري لكن لو بصينا هنا في المثال ده هلاقي ان الـ Gravity أو Force بتاعت الـ Gravity هي اللي بتجبر دايما اللينك اثنين واللينك واحد دايما لمسين بعض فلو فرضنا ان الـ System ده اتقلب 180 درجة هنلاقي ان اللينك ده هيقع نتيجة الـ Gravity ومش هيبقى فيه كونتكت ما بين لينك واحد ولينك اثنين هنا برضو ان ده بيسار على الـ Form Closed على اساس ان الـ Pin ده جوه السلايد عمر ما هيقدر يخرج من مكانه وهو محكوم بالـ Geometry بتاع الـ System فالفورس الخارجية دي ممكن تكون نتيجة الـ Gravity أو نتيجة Spring خارجي هو اللي بيجبر الـ Link ما يفضل الـ In Contact مع الـ Link ده لانا عندنا ممكن Spring ممكن الـ Force بتاع الـ Gravity عندنا هنا الجدول ده بيلخص انواع الجوينس اللي احنا اللي اتكلمنا عنها فمثلاً الـ Rebellute Joint هو عبارة عن Lower Pair لان الـ Contact ما بين الـ Two Links عبارة عن Surface الرمز بتاعه R بيسمح بدرجة حرية واحدة اللي هي Angle Theta وده الـ Schematic بتاعه في Simple Representation للـ Rebellute Joint وده تخيل لطريقة التصنيع او طريقة منطرة حقها الـ Rebellute Joint ده في الواقع فاحنا عندنا هنا مثلاً فيه Pin ماسك فيه Link 1 وفيه زي الـ U-Shape ده ماسك فيه Link 2 عشان مقدر ان انا اخلي Link 1 و Link 2 يتحركوا بالنسبة لبعض بAngle Theta بالنسبة للـ Prismimatic Joint فده برضو الـ Over Pair برمز التاعه P بيدي درجة حرية واحدة اللي هي X ده الـ Schematic بتاعه وهنا لو انا عايز احبها وفي الحقيقة ممكن يكون عن طريق ان شافت عليها Splines عليها مجالي وفيه جسم تاني لهو اثنين يعني الشافت لرقم واحد والجسم التاني ده رقم اثنين برضو فيه فتحة داخلية فيها نفس المجالي فبالتالي الـ 2 لما يركونوا مع بعض ده بيسمح ان الشافت والجسم رقم اثنين يلفوا بالنسبة لبعض يلفوا مع بعض بس الجسم اثنين يقدر يسلايد على المجالي اللي موجودة في الشافت رقم واحدة بالنسبة للـ Helix ده برضو Lower Pair الرمز بتاعه H بيسمح بحركة حرية واحدة اكس او تيتا لاتنين مرتبطين وبعض زي ما قلنا مش منفصلين عن بعض وده السنبل بتاعته ويقدر حقق ومستخدم سكروب ونط النط اللي هي رقم اثنين والسكروب اللي هو رقم واحدة بعد كده عندنا سلندر جوينت ده عباره عن Lower Pair الرمز بتاعه C ده بيسمح بدركتين حرية اللي هما الـ X والثيتا على اساس ان الجسم يقدر يتحرك على جسم واحد في تجاه الـ X وكمان يقدر يلف حوالين المركز بتاع العمود فزي ما احنا شايفين هنا ده الجسم واحد وده جسم اثنين فبالتالي الجسم اثنين ده يقدر يتحرك لفوق في تجاه X ويقدر يلف حوالين المحور ده ويديني انجل فيها بعد كده عندنا الـ Spherical Joint رمز بتاعه S يسمح بثلاثة درجات فرية اللي هما تيتا وفي وغاما وده الرمز بتاعه وده الشكل الحقيقي نحن عبارة عن كورة جوه والتجويف الكروي ويسمح به الحركة بين لينك واحد و لينك اثنين بعد كده البلين عبارة عن lower pair PL هو الرمز بتاعه ويسمح بثلاثة درجات حوالية اللي هم من X و Y و V زي ما احنا شايفين هنا البلونك رقم 2 بالنسبة للسطح الارض ده جاء رقم واحد او سطح مكتب انه يقدر يتحرك في X و Y و X بعد كده عندنا الـ Universal Joint اللي هو رمز U ده لدرجتين حوالية اللي هم V و V هو عبارة عن U shaped link وما بينهم في cross link بحيث انه ده بيسمح بدرجتين من الحرية للحرية مبين جسم واحد وجسم اثنين اللي هم V ويقدر انه هو يلف حوالين المحور الرأسي ده وكمان يقدر يلف حوالين المحور الافق العلاقة ما بين اسنان التروس هي higher joint من عبر على رمز G وده بتسمح ان اسنان التروس تتحرك بـ rolling and sliding موشن ما بين اسنان التروس نفس الكلام بالنسبة للكام بردو وبتسمح بردو بـ rolling والسلايدنج ما بين الكام والفور لو احنا عندنا مجموع من اللينكس والجوينت متوصلين مع بعض ويكون ما فيش اي لينك من اللينكس اللي موجودة عندنا متثبت مجموع من اللينكس لأن السيستم كله بيتحرك فده بنقول عليه كاينماتيك تشين يعني مثلا زي جسم الانسان هو عبارة عن مجموعة من اللينكس والجوينت وتوصلين مع بعض ويقادر ان السيستم كله يتحرك لو عندنا لو عندنا الواحد من اللينكس متثبت بقى اسمه ميكانيزم هي عبارة عن بس على الاقل يكون في واحد من اللينكس متثبت زي مثلا السيستم اللي قدامنا ده نحنا عندنا البيز بتاع الروبوت لو كانت ثابتة فبقى اسمها ميكانيزم لو كانت بيتحرك فده اسمه كاينماتيك تشين المشين هي عبارة عن مجموعة من الميكانيزم متصلة ببعضها او معتمدة على بعضها عشان تترانسمت فورس وتعمل شور زي مثلا الانجين الطالة العربية طالة المشين لأن احنا عندنا الانجين الطالة العربية مكون من ميكانيزم مختلفة مثلا الكرانك سلايدر ميكانيزم زي اللي هو زي الكامز زي السبروكتز اللي هي هنا بيجنزير اللي هو بيحرك الكام شافت فكل دي عبارة عن ميكانيزم بتشتغل مع بعضها في الاخر عشان السيستم كله اي تترانسمت فورس أو اي تترانسمت فورس